وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن رئيس الوزراء يرأس اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر الدولي الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وذلك لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير الإمكانات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر على المستوى الإقليمي والدولي وخلال لقائه محافظ جنوب سيناء لمتابعة الاستعدادات في شرم الشيخ للصدفة المؤتمر تم استعراض بعض العروض المقدمة من الشركات الوطنية العاملة في مجال النظافة للتعاون في منظمة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة